من هو الذئب الأزرق؟ هل تعلم أن في تاريخنا بطل كانت الجيوش الصليبية تطلق عليه لقب الذئب الأزرق؟ وهل تعلم أنه كان أحد قادة صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين؟ وهل تعلم أنه صاحب فكرة حرق الحشائش والحطب في وجه الصليبيين حين وجد الرياح تتجه في مواجهة جيوشهم؟ هل تعلم أنه لم يهزم في أي معركة طوال عمره البالغ 88 سنة؟ وهل تعلم أنه كان يرفض النوم والطعام؟ إن علم أن هناك أسرا في يد الصليبيين فيذهب ليدفع فديتهم ويحررهم وهل تعلم أن أشد ما كان يؤلمه أن تقع سيدة أو فتاة مسلمة في يد الصليبيين؟ فكانت تصيبه الحمى وتسيل الدماء من أنفه حتى يحررها وكان يرسل إلى فقراء مكة والمدينة كل عام كسوة وطعام ومن حب صلاح الدين فيه وإعجابه بشخصيته زوجه من شقيقته ربيعة خاتون إنه الذئب الأزرق البطل مظفر الدين كوك ترجمة نانسي قنقر